موسيقى السلام عليكم يعاني الانتاج المعرفي العربي من غياب الابتكارية وتراجع في التدوين بطريقة وصمت الفكرة العربية المعاصرة بالجمود ويدور الحديث منذ عقود عن السبب الذي أفضى إلى هذه النتيجة في رحم هذا الواقع المعرفي يتخلق سؤال التراث العربي وسط مخاض فكري عنيف ينقسم فيه المثقفون العرب بين من يفرق دماء الفكر العربي النازف اليوم على السيرورة السياسية وآخر يصوب بندقية الاتهام إلى التراث في خضم هذا الحوار الذي يمتد على ثرى الوطن العربي كاملا تأتي هذه الحلقة من برنامج حديث العرب في محاولة لمعرفة سبب الارتباط الوجداني الوثيق بين الإنسان العربي وتراثه الثقافي والمجتمعي وللسؤال عن مدى مسؤولية التراث فيما آل إليه الانتاج المعرفي العربي من خجل لنصل في النهاية إلى مقاربة عن الكيفية التي ينبغي من خلالها إعادة قراءة التراث وفق الفريق المنادي بهذا المطلب أرحب بكم مشاهدين الفاضلين في هذه الحلقة التي نرجو أن نوفق إلى الجمع فيها بين النافع والماتع مع ضيوفنا الكرام لكن قبل بدء الحديث نتابع وإياكم التقرير التالي برز في القرن العشرين مصطلح الفكر العربي ولا يزال يتصدر المشهد فمن الطبيعي أن ينادي العرب بوحدتهم أمام ازدياد النفوذ والغزو الغربي العسكري والفكري ولا يختلف العقلاء على أن النتاج الفكري العربي تحت مظلة الإسلام ساهم بشكل مؤثر في صياغة مفاهيم كثيرة في الفكر البشري الحديث وساهم في استمرار الحضارة وتطورها وتأطير المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الثورة الصناعية في أوروبا بعد العصور المظلمة التي عاشتها أما التجديد من حيث المفهوم فهو ليس هدفا بذاته بل لتلبية احتياجات المجتمع الجديدة فالتجديد لا يعني الانفلات وإنما هو حركة منضبطة للحفاظ على جوهر الشيء إذن فالتجديد يكون في عمق تراث الأمة ومرجعيتها لتلبية ما تحتاج إليه ولا قيمة لتجديد مستورد لا تراعى فيه خصوصيات الأمم والشعوب ومن المكاسب المهمة بعد المخاضات العسيرة التي مرت بها المنطقة العربية هو قبول التجديد من حيث المبدأ ولكن الخلاف المستمر حول شروط التجديد وضوابطه ومساراته بما يضمن ألا تنحرف البوصلة عن الأصل والموروث وتحت مظلة الفكر العربي هناك من يحاول العبث بثوابت الثقافة العربية الإسلامية والانسلاخ منها تحت شعارات النهضة والتجديد والإصلاح فهناك من يطرح الفكرة باعتباره منظومة معرفية منافسة لمنظومة الفكر الإسلامي لذلك يجب تحديد مرجعية للفكر العربي كما أن هناك حاجة ماسة اليوم لعدم ترك مفهوم المرجعية عائما بغير تحديد أو توضيح للمعالم والمعاني والتطبيق كانت الامبراطوريات الغربية الاستعمارية هي أول الداعين إلى ظاهرة الوحدة العربية كتكتيك سياسي بغاية فك الارتباط بين العرب والترك ولكن هناك من يرى أن الوصول إلى الوحدة الإسلامية مرهون بتشكيل أولى لبناتها والمتمثلة في الوحدة العربية وتوحدهم تحت مظلة الإسلام هذا الإطار الأصل الذي استمدت منه العروبة فكرها وقيمها يسعدنا بحث هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام معي من مسقط العاصمة العمانية عبر زوم الدكتور عبدالله الغلاني الأكاديمي والباحث ويشاركنا من بيروت عبر سكايب الدكتور خالد كاموني أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية وبالمناسبة ضيفنا لديه مؤلفان أحدهم بعنوان المحاكات دراسة في فلسفة اللغة العربية والآخر فلسفة الصرف العربي كما ينضم إلينا من تونس العاصمة عبر سكايب الدكتورة زهية جويرو أستاذ الدراسات الحضارية في الجامعة التونسية أهلا بكم ضيوفنا الكرام لو بدأنا من الخضراء من تونس دكتورة زهية هل ثمت مفهوم محدد وواضح للتراث العربي من حيث ما هيته ومكوناته؟ مرحبا مساء الخير أهلا مساء في الحقيقة التراث هو جماع الثقافة والمعرفة التي تشكلت عبر التاريخ والتراث ومصطلح التراث يختلط أحيانا بمصطلح الحضارة والثقافة ولكن الفارق هو أن التراث يتعلق بجملة من المعارف والمهارات التي تم اكتسابها عبر التاريخ والتي تنتمي بالأساس إلى الماضي فالتراث بهذا المعنى يعني كل جماع الإنتاج المادي والفكري والروحي الذي يشكل ثقافة ما في مرحلة معينة من تاريخها والإشكالية التي تترح على المفكر العربي اليوم وعلى المثقف العربي اليوم بالنسبة إلى التراث العربي والإسلامي هو هي أن هذا التراث أولا جانب كبير منه غير معروف معرفة جيدة لدى نسبة كبيرة من المنتمينة دكتورة زهية يعني هذه النقطة شديدة الأهمية حقيقة التي أشرت إليها في آخر كلامك لكن حتى لا نقفز عن المحاور هذه ندخلها للمحور الأخير من هذه الحلقة قبل لكن في السياق ذاته أسألك التراث العربي هل يمكن القول أن الثقافة العربية أو التراث العربي متميزة بشكل أو بآخر عن الإسلام أم أنها هي حصيلة ما تولد منذ ظهور الإسلام حتى يومنا هذا التراث العربي هو جماع ما تحقق عبر التاريخ وهذا جماع المعارف والمهارات والإنتاج الفكري والمادي وغير ذلك الذي تحقق عبر التاريخ ولهذا التراث روافد عديدة وعلاقته بالرافد الديني هي علاقة مخصوصة وعلاقة واسعة إلى درجة واتساع مجال العلاقة بين التراث العربي والرافد الديني هو الذي جعل الوعي العربية يتمثل التراث وكأنه يساوي الثقافة الدينية بينما هو في الحقيقة يشمل إنتاجا من روافد متعددة منها الرافد اللغوي اللساني الرافد الإبداعي شعرا وأدبا وغير ذلك الرافد المتعلق بتراث المعيش التراث الذي يتعلق بأنماط العيش في الجانب الشعري والنثري إذا ما قلنا أنه أحد روافد التراث العربي المتميز عن الإسلام هل نعرف لهذا الأمر شيئا غير الشعر الجاهلي لأنه ثمت من يقول التراث العربي هو التراث الإسلامي حقيقة وأنت تقولين بأن هناك روافد أخرى مثل اللغة والشعر بخلاف الشعر الجاهلي هل ثم ترافد آخر متميز عن الإسلام نحن لماذا يذهب في ظننا أن الشعر يقف عند حدود الجاهلي عندما نتحدث عن التراث التراث العربي يمتد على أزيد من 14 قرنا على أكثر على ما نعرفه من تاريخ التراث العربي يمتد على الأقل على 17 قرنا لماذا إذن هل إن الشعر العربية والأدب العربي الذي أنتجه الأدباء العرب بعد ظهور الإسلام هو تراث ديني لا التراث الديني هو كل ما تشكل حول الإسلام في علاقة مباشرة بالإسلام ولكن التراث العربي لا يقف عند حدود ما تشكل من الرافد الديني وحول الرافد الديني هناك إنتاج ضخم وعلى أهمية كبيرة وعلى قيمة علمية كبيرة نحن نتجاهله التراث العلمي التراث الطبي التراث الصيدلي التراث الأدبي التراث في علوم الفلاحة التراث الفلسفي إلى آخرين لماذا نريد أن نحصر التراث العربية في التراث الديني فقط أو في التراث الذي تشكل حول الرافد الديني تراث كل الشعوب هو أوسع من أن يكون منحصرا في التراث الديني التراث الديني جزء من تراث عام أوسع من هذا الرافد الديني حتى أشبع هذه النقطة عطفا على ما ذكرته دكتورة زهية أنقل السؤال إلى الدكتور خالد معنا من بيروت مرحبا بك مرة أخرى دكتور خالد يعني كنت أريد أن أسألك التراث العربي حقيقة يعني يتميز بخاصية فريدة في علاقته بالعرب بأنه شديد اللصوق والارتباط الوجداني والعقلي بالوجداني والعقل العربي لكن حقيقة أراني مضطرا لحرف السؤال لأبني على ما قالته الدكتورة زهية من أن هناك تراث عربي غني بمعزل عن تأثيرات الإسلام هذا ربما رأي قد يكون إذا لم يكن قليلا فهو نادر بين المثقفين العرب وينبغي أن يناقش هل تتفق مع هذا الطرح؟ أهلا بكم أولا التراث التراث هناك قضية ننظر من خلالها إلى التراث فالتراث العربي عندما نقول أنه تراث إسلامي أو تراث ديني أو تراث كون نظرتنا إلى التراث هي التي تصنع فلسفة الحضور العربي في الكون يعني الذي يجعلنا ننظر إلى هذا التراث أين أي نقطة في هذا التراث نرجع إليها هو فلسفة حضورنا الآنية اليوم في هذا العالم فنحن عندما ننظر إلى التراث العربي ننظر إلى مواقع قيامية تؤسس لحضورية الإنسان العربي في الكون يعني التراث فيه مواضع انتصار مواضع الانتصار العربي في هذا التراث تجعل نوعية الوجود العربي الآن مربوطة به يعني عندما نسأل لماذا حضور التراث في شخصية العربي لأن فيه مواقع انتصار لأن فيه نبي يعني هناك نبي في هذا التراث هذا النبي ترك نصا هذا النص ترك لغة هذه اللغة ولدت مفاهيم هذه المفاهيم لها تأثير حضاري إذن عندما يكون الانتصار كبيرا في الماضي يجب أن نفهم أن هذا التراث معبأ بقيم بطولة وواقع اجتماعي سياسي كان له حضور فاعل يعني في تأسيس فلسفة الانوجاد البشري طيب دكتور خالد هل يمكن رسم صورة عملية لمهية ما يقال عن أنه تغلغل التراث العربي في العقل العربي في الوجدان العربي كيف تتبدى هذا التغلغل إذا صح التعبير نعم ذكرت قبل قليل أن في التراث قيما موجودة يرتبط بها العربي الحاضر يعني قلت أن هناك دائما عند الإنسان فلسفة للحضور في العالم يبني الإنسان رؤية في العالم يبني رؤية لهذا العالم الذي هو موجود فيه رؤية العربي لماذا هي مربوطة بالتراث كما قلت لأن هناك نبي يعني هناك رجل له رسالة هذه الرسالة لها نص هذا النص ولد قيما نقلت المجتمع العربي من حال إلى حال هذه النقلة النوعية العقل العربي اليوم لم يتجاوز فكرة الانتقال من حال الركود إلى حال النهوض إلا بنص هذا النص لا زال النص العربي اليوم هو نصا تراثيا وهناك فكرة عندما قلت الانتصار وهي قيمة مولدة للحضور المعيش فكرة الانتصار العربي يعني التي هي تحتاج إلى معالجة سنجيب عليها خلال الحلقة عندما نتحدث عن أن الانتصار موجود في التاريخ فكأننا نقول كأن شروط الانتصار مجددا يجب أن تحاكي ما فعلناه تاريخيا فبالنتيجة كأن التراث هو مولد للأفكار وهنا الخطأ وهنا النظر الخاطئ ولكن في الوجدان العربي نحن كنا والآن لم نكن هذه المسألة نعم نعم دكتور تفضل تابع لأن هناك هذا الشعور النفسي بأن التراث معبأ وفيه قيم وفيه كل شيء نحن لازلنا نحاكي أي فكرة وكأنها موجودة مسبقا يعني عندما نعاين العلم مثلا نجد أن هناك ونحن كما قلت أشرح واقعا ويستو يعني من يتبع هذه الطريقة ولكن كلما قلنا استجد شيئا في العلم نقول تكلم عنه العرب سابقا تكلم عنه النص الذي تكلمه ورد في القرآن إلى ما هناك كأننا نخشى أن لا نكون نعرفه سنبقى يومين هناك نص كنت أكتبه لماذا عندما نقول كلمة عرب كأننا نبدأ التاريخ من جديد في كل مرة لماذا إذا قلنا أن العرب يعرفون شيء أو عرفوا شيء فأنا للمعرفة نكهة أخرى أو معنا آخر في التاريخ لأن النص له تأثير يصنع في العقل الحاضر المهم في هذه الصناعة على العقل الحاضر أن يقوم هذا العقل الحاضر مستقبلا مجددا قادرا على تقدير المستقبل وقلت ما مسبقا في الكتابات شيء من المستقبل تقدير هذا المستقبل دكتور خالد دعني أذهب إلى مسقط لو أذنت لي لأسأل دكتور عبدالله مرحبا بك مرة أخرى دكتور كما لو أنه يغمز من قناة العلاقة الوثيقة بين العربي وبين تراثه غمزا اتهاميا السؤال هو هل ثمت تفسير نفسي أو اجتماعي أو تاريخي لهذا الارتباط العضوي بين الإنسان العربي وبين تراثه وهل ثمت ما يعيب في هذا الارتباط برأيك نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك وبالضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء أهلا بك ابتداء حتى نخرج من هذا الجدل النظري فلابد أن نحرر المصطلح ماذا نعني بالتراث نحن بالتأكيد نتحدث عن التراث المعرفي وليس التراث المادي فماذا نعني بالتراث؟ أنا في تقديري يعني التراث هو يعني مجمل المفاهيم والأصول والقناعات التي تولدت عندما نتحدث عن التراث العربي الإسلامي هي مجمل هذه المفاهيم التي تولدت عن النص العرب لم يكونوا شيئا مذكورا كانوا شيئا ولكنهم لم يكنوا شيئا مذكورا الذي جعل للعرب قيمة الذي أمكن العرب من بناء هذه الحضارة والاندياح في العالم ونقل يعني هذه الرسالة هو الإسلام العرب كانوا أمة هامشية ضعيفة يمارس عليها كل صنوف الإقفاء والعدوان من قبل إمبراطوريات المحيطة فالذي بعث الروس في العرب وجعلهم شيئا مذكورا وأمكنهم من بناء هذه الحضارة هو الإسلام إذن ليس هناك تراث عربي بمعزل عن الإسلام نعم أنت سألت لغة الكريمة عن الأدب الجاهلي أو أدب مقبل الإسلام نعم لأن العرب كانوا أهل بيان وأهل فصاحة فأنتجوا هذا الإنتاج الأدبي ولكن حتى هذا الإنتاج الأدبي لم يتزكى ولم ينتظم إلا بعد الإسلام يعني صار له قواعد وعصول وقوالب معينة وصار له معايير حتى هذا الإنتاج الأدبي الذي تميز به العرب قديما ولكن في المجمن نحن نتحدث هنا عن إنتاج معرفي ضخم في كل الأبواب في الطب في الكيمياء في الهندسة في الأصول فكل هذا التراث إنما هو نتاج لتوليدات النص نصوص الوحي هي التي دفعت بالعرب إلى بناء هذه الحضارة والحضارة لا تقوم إلا على علم فهذا الإنتاج المعرفي التر الذي ولدته الحضارة الإسلامية إنما كان من نتاج النص المقدس كتاباً والسنة هنا في إشكال يعني بعض الناس عندما يتحدث عن الإسلام فإنما يحصل الإسلام في تعريفات ضيقة جداً في الشعائر في العقائد في الأخلاق وبالتالي يخرج من الإسلام كل أنواع المعارفة أخرى المعارف الحياتية وعنظمة الحياة ربما السواد الأعظم من العلماء والمثقفين الذين أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية ومراكمة هذا الإنتاج المعرفي لم يكنوا عرباً نحن نتحدث هنا عن الحضارة العربية الإسلامية بمعنى إنما العربية اللسان ولكن الذين أسهموا في بناء هذا الحضارة لم يكنوا عرباً فقط وإنما أجناس وأعراق وأثنيات أخرى من التي دخلت الإسلام في كافة أرجاء المنطقة يعني ساهمت إسهاماً ترياً بالغاً في بناء هذا الحضارة فليس من الإنصاف وليس من الموضوعية أن نحن نسم أو نصف هذا التراث بأنه تراث عربي بعض يعني هو تراث عربي بمعنى أنه صيغ باللغة العربية ودون باللغة العربية والذين دونوا وساهموا في إنتاجه بهذا المعنى هم عرب ويعني ما ينبغي أن نصنف هذا التراث وهذا الإنتاج باعتباره عربياً بالمعنى العرقي أو بالمعنى الإسلي طيب أعودي إلى الدكتورة زهية غالباً ما تحلل العلاقة بين العربي وبين تراثهم بطريقة نقدية بطريقة يعرض فيها بهذه العلاقة سؤالي هو هذا اللصوق بين العربي وبين تراثهم في تفسيرك حتى نبحث هذه الظاهرة ونخرج منها حتى ننتقل إلى الأثر الذي أحدثه التراث في الفكر العربي المعاصر لكن قبل ذلك أسألك هل هذا اللصوق مرده إلى اعتزاز عربياً بالمراث الحضاري الغني على جميع الصعود اللغة والفلسفة والأدب والفكر وحتى العلوم التطبيقية في زمانه أم هذا الالتصاق مرده إلى عجزاً عربياً والرغبة في الهروب من الواقع الذي عجز فيه العرب عن مسايرة الحداثة شكراً على هذا السؤال أود قبل كل شيء أن أركز وأن أوضح المفاهيم لأن مسألة المفاهيم مسألة مهمة جداً نحن عندما نريد أن نتحدث عن التراث نحن نوصف نحن نصف نصف معطيات قائمة وموجودة هذه المعطيات التي تشكل التراث العربي ليست كلها معطيات دينية وأنا أعتبر أن حسر التراث العربي في الرافد الديني يغبط هذا التراث حقه في الاعتراف بما له من تنوع وما فيه من ثراء أين نضع كل ما أنتجه العرب في علوم اللغة أين نضع كل ما أنتجه في الطب والفيزياء والرياضيات والفلك وعلوم الفلاحة وغير ذلك هذه هي التراث بقي أن نسأل سؤالاً آخر ما هي العوامل التاريخية التي مكنت العرب من أن ينتجوا هذا التراث المتنوع والفريح والمتعد هذا دكتورة زهية هذا سؤال كبير وذي قيمة كبيرة سيقولني مباشرة إلى سؤالك تفضلي لأننا عندما نعرف ما هي العوامل التي تمكن أمة ما من أن تكون فاعلة في إنتاج المعرفة في أن تكون قادرة على التقدم في مجال البناء الحضاري والبناء المعرفي والبناء الفكري عندما نعرف ما هي هذه العوامل يمكن أن نطرح سؤال هل إن هذه العوامل متوفرة في راهننا حتى يستأنف العرب هذه القدرة الحضارية على إنتاج المعرفة وإنتاج الفكر وإنتاج الثقافة وغير ذلك إذن عندما نطرح هذا السؤال سنجد أن عوامل الانتصار الحضاري الشاملة الانتصار السياسي الانتصار الحضاري الشامل هو الذي مكن هذا التراث العربي من أن يكون على ذلك المستوى من التنوع ومن الثراء ومن الطليعية كان في فترة من فترات التاريخ هو أفضل إنتاج حضاري على مستوى العالم وسيتحول إلى منطلق لثقافات أخرى أو لحضارات أخرى لتبني طورا جديدا من تاريخ تقدمها نحن اليوم عندما نتحدث أنا دائما أقول هذا وأرجو أن أفهم أقول نحن نحتاج إلى إعادة ترتيب علاقتنا بالتراث حتى يكون التراث عامل بناء للحاضر والمستقبل ولا يتحول إلى مجرد شيء نلجأ إليه غروبا من الهزيمة الحضارية التي نعيشها الآن نحن الآن نعيش في وضع هزيمة حضارية ومن أجل أن نخفف على أنفسنا وطأة هذا الواقع نحن كأننا نستجير بالتراث كأننا نطلب من التراث النوع من الطمأنين النفسية إزاء هذا الواقع الذي نعيشه والذي لا نطمئنه ولكن بدل أن نجعل من التراث عاملا يدفع في الحاضر ويدفع في المستقبل تحول إلى ما نلجأ إليه ونقف عنده ولا نعمل على تطويره إذن فهذه العلاقة التي تحدثت عنها بين العربي وتراثه هي علاقة في حاجة إلى إعادة النظر في حاجة إلى إعادة الترتيب لأن كل الشعوب التي تقدمت انطلقت لمحالة من تراثها انطلقت من المكتسبات لتواصل البناء عليها نحن وقفنا عند التراث ونتغنى بأمجاده ونتغنى بانتصاراته ولكن ما الغاية من ذلك؟ كيف يمكن أن نجعل هذا التراث الغني والماجد وغير ذلك أن نجعل منه عامل نتقدم به نسير به نحو المستقبل وإن كان التغني بالتراث على هذا الثراء والغنى ليس عيبا في ذاته وإنما ربما الحلول بين العربي والاستفادة من تراثه سؤال التراث في هذه الحلقة هو سؤال محوري وجوهري يقودنا إلى الحديث عن الأثر الذي أحدثه التراث في الفكر العربي المعاصر هذا ما نبحثه بعد وقفة قصيرة اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن سؤال التراث في الفكر العربي المعاصر سريعا أذهب إلى الدكتور خالد يعني في سياق الحديث عن الأدبيات الفلسفية الثقافية في البيئة العربية دائما تضع التراث العربي في موضع في قفص الاتهام فيما يتعلق بالفكر العربي المعاصر وعجزه إذا ما صح التعبير ولدنا نسألك دكتور خالد عن بصمات التراث المشاهدة المرئية وغير المشاهدة أو غير المرئية في أزمة الفكر العربي المعاصر نعم السؤال يبدأ من راهنية الفكر راهنية الفكر العربي استفادت ويستلهمت تدريتها في الذهنية العربية الآنية نحن نجد الفكر العربي المعاصر يعين مسألة شديدة الأهمية من سواء الحركات النهضوية أو ما تلاها من التأويل يعني هناك حركة فكرية فلسفية تأويلية تلت حركة النهوض العربية التي بدأت فيه يعني لو قلنا بدايات القرن العشرين لو قلنا كيف استلهمت هذه الحركة النهضوية العربية من التراث أولا هناك عناصر ثابتة تراثا وحاضرا وستكون مستقبلا هي على مستوى اللغة ومستوى المفهوم ومستوى الانفتاح الفلسفي الذي يحققه الإنسان عندما يصنع تحضرا ما أو يصنع نفسه اجتماعيا ضمن حاضرة معينة على مستوى اللغة عندما وعى العربي أن لغته لغة علم فتطورت هذه اللغة تقعدت نحت مناحي تصرفت فدخلت في كل مناحي العلم وصنعت العلم العربي الآن يومها وتصنع وصنعت في القرن العشرين ومثلا علما عربيا يواكب ويوازل حركة الاجتماعية العربية الناخضة إذن اللغة المتطورة لغة العلم واستلهام العربي من التراث لهذه اللغة وأنهاضها وقيمومتها لو قلنا هو أنه يبعث في ألفاظها مفاهيم جديدة مستجدة هذا البعث للمفاهيم الجديدة هو الذي يصنع المفهوم يحفز المفهوم ما الذي نقصده المفهوم يحفز الرؤية إلى العالم أنت عندما تتطور وتنهض أنت تصنع رؤية إلى العالم فما كان في التراث كما قلت لك أن هذا التراث فيه نبي يعني فيه من حمل رسالة فيه من حمل رؤية فيه من أنجز نقلة نوعية فإذن التجديد الآن الذي تم في القرن العشرين تم نتيجة وعي لغوي مفهومي بأن هناك رؤية عربية إلى العالم هذه الرؤية إلى العالم طبعا عناصرها موجودة في الحاضر وفي التراث نستلهم منه ولكن نبدع أنفسنا ننتج أنفسنا نبتكر رؤيتنا الجديدة إلى الكون إذن على مستوى اللغة والمفهوم نكون قد انفتحنا على قضايا مفهومية كبرى في هذا العالم أي انفتحنا على الفلسفة وعندما ننفتح على الفلسفة نحن ننفتح على الإنسان على أهم مفهوم يحكم هذا العالم وهو الإنسان فهذا الإنسان خليفة الله على الأرض كما ورد في النص وماذا يعني هذا الاستخلاف يعني أن هذا العقل يحكم الكون يعني أن العقل هو الذي يحدد الصلاح ويحدد الشر في هذا الكون أي أن هناك قيما لسياسة هذا الكون وقيما لاجتماع هذا الكون ولعلم هذا الكون يبدعها هذا الإنسان إذن التراث هو محوى الفكر الإنساني يحتوي كل هذا الفكر لذلك أثره في الحاضر أن الإنسان لا يزال مستمرا إذن التراث يستمر باستمرار هذا الإنسان ولكن الجديد هو الإنسان الراهل هذا الواكد في طرح القضايا هذا المصر على أن يكون محدثا لأشياء جديدة تواكب الحدث إذن لا يمكن أن يكون فعله من نتاج ماضيه هو يستلهم من ماضيه ما جرى وينتج لغة يحدثها الآن بنظره الآن أي فلسف الأمور هذه الفلسفة بعدها إنسان دائما وعندما كان العرب بهذه المتانة وهذه القوة الحضارية ذلك أن البعد الإنساني كان قويا عندهم طرحوا رؤية بمستوى الكون هي الرؤية إلى العالم عندما وعب أنفسهم أنهم عالمين أنهم عالمون أفواً يعني هو عندما خطبهم رب العالمين أي رب هؤلاء الذين يعلمون يعلمون هذا الكون يجعلون منه علامات يفهمونه يعونه يؤولونه لذلك بعد الحركة النهضوية في القرن العشرين التي أسست أيديولوجيات للنهوض العربي أيديولوجيات قومية يسارية إسلامية إصلاحية إلى ما هناك تلاها حركة فكرية ممكن أن نقول هادئة بالتعاطي مع النص وتركت ربما أشخاص وتوجهت إلى نصوص لأنها تريد أن تحاكم أفكار مجددا هذه الحركة حركة تأويلية لذلك برزت يعني برزت ينابيع فلسفة عربية آنية قوامها التأويل ونشطة تفسير ونشطة بنى التحليل التجديدي في اللغة ونشطة الأساليب ونشطة بالتالي البيان وهذا البيان قوام العربي العربي كائن بياني فعندما يبرز شخصه في هذا الكون بيانياً معنى ذلك أنه يعي نفسه حضارياً ويعي أن التراث مجاله هنا في الزمن وأن الإنسان مجاله هنا في الزمن وبالتالي الانطلاق نحق المستقبل يكون من وعي أبعاد الزمن في المكان طيب دكتور خالب طرحت نقطة شديدة الأهمية وربما تحتاج إلى حلقة منفصلة ومستقلة وهنا أسأل الدكتور عبدالله يعني طرح قضية مرجعية العقل في تحديد الصواب من الخطأ الحلال من الحرام الخير من الشر يعني أريد أن أستبق حتى لا نقع في قضية الجدلية في هذه القضية التي لم تحسم تاريخياً وإن كان الميلو في الثقافة العربية إلى تحديد مرجعية النص على العقل أو أن للعقل دوراً في دائرة من مرجعية النص لكن أنا في موضوع الحديث دكتور عبدالله لو أذنت عن أزمة الفكر العربي الراهن وضعف التدوين الحاصل ومسؤولية التراث العربي عن هذه الأزمة إلى أي مدى تتفق أن التراث العربي أو الانزياح النفسي والفكري الكامل للتراث هو السبب هو المسؤول عن الأزمة التي تحصل الآن في الفكر العربي المعاصر نعم الأزمة العربية ليست أزمة فكرية محظة الأزمة العربية هي أزمة حضارية شاملة هناك تخلف هناك انحطاط هناك خروج من التاريخ إلى حد كبير المنطقة العربية اليوم تحديداً ينظر إليها العالم باعتبارها عبءاً على الحضارة الإنسانية باعتبار أنها لا تضيف شيئاً بل هي عبء على المنتج الحضاري الإنساني تستهلك ولا تستيق شيئاً وحتى هذا الاستهلات هي لا تحسن أيضاً يعني استهلات ما ينتجه الآخر فالأزمة العربية أو المعضلة العربية إذا جازت تعبيرها ليست معضلة فكرية محظة وإنما هي معضلة شاملة الآن هل لهذا التراث دور في حالة الجمود الفكري التي عليها الإنسان العربي والأمة العربية بوجه من الوجه نعم أنا لست لا أرى أن مخاصمة التراث أمراً محموداً ولا أرى أيضاً أن الاشتئسار للتراث أمراً محموداً بمعنى ينبغي أن لا نستأثر للتراث أن نكون أسرى للتراث أن نجمد على هذا التراث لكن في المقابل أيضاً لا نخاصم هذا التراث التراث كما أشرت في مطلع الحديث هو نتاج في اجتهادات هذه الاجتهادات الفكرية أو هذه المفاهيم التي صيغت والتي تولدت مرة أخرى عن النص إنما كانت متأثرة بجنة من العوامل العامل الأول هو الحالة العقلية والمزاجية للمفكر أو المثقص أو العالم العربي أو المسلم أنشئت فلكل إنسان صبغة معينة من حيث البناء العقلي حدة الذهن المزاج المقاربات هذه كلها تنعتز على مقارباته وعلى إنشاجه الفكري عامل آخر هو المدرسة التي ينتمي إليها نعلم مثلاً أن الفقهاء يصدرون في فتاويهم أو في تفسيرهم للنص من المدارس التي ينتمون إليها إن أن لكل مدرسة جملة من القواعد والأصول والموجهات التي تحكم عملية التفكير فأصول هذه المدرسة أو تلك إنما ينعكسه أيضاً على المنتج المعرفي النهائي لهذا المفكر أو ذات ثم الحالة السياسية العامة الحالة السياسية العامة التي كانت عليها الأمة منذ سقوط الخلافة الراشدة ثم نشأت الملك العضوب الملكة الأموي ثم الملكة العباسية ثم الدولة العثمانية إلى أن جاءت الدولة الوطنية الحالة السياسية التي سادت في الأمة كان لها انعكاسات بالغة أيضاً على الحالة الفكرية وبالتالي على المنتج المعرفي الذي أنتجته هذه الحالة الفكرية فهذه العناصر هذه العوامل متداخلة متزجة ألقت بظلالها على الإنتاج الفكري لكن على وجه الإجمال ما ينبغي أن نخاطم التراث لأن التراث له عليه ولكن في المقابل أيضا ما ينبغي أن نقدف التراث ونجعله في مرتبة النص التراث ليس هو النص التراث هو فهم العالم أو فهم المفكر أو فهم المتقف وليس بالضرورة أن يكون موافقا لمراد الله ورسوله ولذلك جاء الأثر بمنح المجتهد أجرا إن أخطأ وأجريني إن أفاد معنى ذلك أن هذا الاجتهاد هو عرضة للخطأ ومع ذلك حتى مع احتمال حدوث الخطأ فإن المجتهد إنما يؤجر حتى وإن أخطأ فلا نخاطم التراث جملة ولا نكون مستأثرين للتراث أيضا في المقابل نحن أخي ما نحتاجه الآن نحتاج أن نتحرر يعني كأمة حتى نستطيع أن نولد مقاربات فكرية متصلة بالواقع نحتاج أن نتحرر من التراث يعني عنصر مقدس نحتاج أن نتحرر أيضا من هذه الحالة السياسية الجامدة أنا أتصور أن العنصر الرئيس الذي يعني أثر تأثيرا بالغا في حالة الجمود والتخلف والإمحطاط التي عليها الأمة اليوم ليست تراث بحد ذاته وإنما الحالة السياسية الإستبداد السياسي منذ أن سقطت طبعا الإستبداد السياسي أيضا صاحبه إنتاجات معرفية يعني هذا الاستبداد تم شرعنته وتم تطبيعه وتم تحويله إلى حالة مقبولة وبالتالي أكرهت الأمة على استصالح من حالة الاستبداد بمقولات فكرية وليس فقط بالقهر والبطش والترويع والإكراه وإنما صاحب هذا التحول السياسي من حالة الشورى والديمقراطية وولاية الأمة إلى حالة القهر والاستبداد إنما صاحبه عملية بلورة لمقولات فكرية تدعو إلى التطبيع حالة الاستبداد فهذا انعكس أيضا على العقل الجمعي العربي وجعله عقلا مستسلما أنت اليوم لا يمكن لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تتحرر من حالة التخلف الحضاري ما لم تتحرر من حالة القهر والاستبداد السياسي لأن هذه مرتبطة بتلك فما لم تتوفر مساحات معقولة من الحريات والعدالة والمشاركة من شأنها أن تحدث تحولات نوعية في أنماط التذكير العربي ما لم يحدث هذا فأنا أحسب أنه لا أمل في إحداث لو أذنت لدكتور عبدالله أريد أن أبني على ما ذكرته وقد ذكرت نقاط مهمة هي الاستبداد وكنت أدخر شيئا من هذا الحديث في السؤال للدكتورة زهية يعني ثم تم يقول بأن التراث أو أن المشكلة مشكلة ليست في تأثير سلبي متوهم للتراث على العقل العربي ومن ثم الفكر العربي المعاصر وإنما المشكلة في مسار سياسي وسياق تاريخي حديث أنتج هذا الجمود في الفكر العربي المعاصر وبالتالي يعني المشكلة دكتورة زهية هي في المسار السياسي الذي نمى في كنف الاستبداد الذي يراه طبعا عبدالرحمن الكواهكبي بأنه أبو الخبائث تعليقك على هذا الطرح أنا في الحقيقة أريد أن أنطلق من مبدأ التنسيب تنسيب بمعنى أنه ما كان كل تراثنا جيدا مثلما ليس الآن كل ما يوجد في واقعنا العربي اليوم هو سيء في الحقيقة نحن منذ بداية عصر النهضة هناك أفكار بصدد التجدد هناك تصورات هناك رؤى هناك فكر هناك مشاريع فكرية عديدة وما قلته بشأني وما قاله الدكتور قبلي بشأني الاستبداد هو بداية هو القادح هناك وعي بأن الاستبدادة كما قلت هو أبو الخبائثي وبأنه إذا لم تكن هناك ذروق سياقات مناسبة للفكر الحر والقادر على النقد والقادر على المراجعة وغير ذلك فإن هذا سيكون من العوامل المعيقة إذن السؤال في نظري يطرح على النحو التالي ما دمنا نتحدث أساسا عن التراث فالسؤال الذي أعتقد من المهم أن نبدأ منه هو أن هذا التراث هل إننا نحن من يمتلك هذا التراث ونريد أن نجعل منه ومما هو جيد فيه منطلقا للحاضر وللمستقبل أم إن هذا التراث يمتلكنا نحن ويشدنا إلى الماضي هذا السؤال يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة ترتيب العلاقة مع التراث وترتيب العلاقة مع التراث ليس مسألة فكرية محظة بل هي تحتاج إلى سياقات من بينها خاصة السياق السياسي نحن نعرف على سبيل المثال أن مناهج التربية ومناهج التعليم في جامعاتنا رغم كل الإكرهات التي يتعرض لها المثقف والجامعي والمثكر في البلاد العربية من بين هذه الإكرهات تخلف مناهج التعليم من بينها كذلك التضييق على حرية التفكير والتعبير رغم ذلك فهناك أفكار بصدد التجدد وهناك مشاريع فكرية كيف يمكن أن يكون السياق مناسبا كيف يمكن أن يكون التعامل مع التراث مناسبا لكي يعطي هذا الفكر الجديد الثمار التي نطلبها هنا أنا أقول أننا نحتاج إلى أن في نظرتنا دائما إلى التراث نحتاج إلى أن ننتقل من المنظور العقائدي الإديولوجي إلى المنظور العلمي الموضوعي عن الانتقال من المنظور العقائدي الإديولوجي إلى المنظور العلمي يمكننا من أن نفتح آفاق جديدة أمام الآفاق الحضارية الجديدة في كل المستويات وهذه الآفاق الحضارية الجديدة يمكن أن تستفيد من المعارف والمنهجيات والمفاهيم الجديدة التي أتاحتها لنا علوم الإنسان والمجتمع عندما ننقل هذه القضايا التي تشغلنا عندما نفكر بالمعارف التي أتاحها لنا عصرنا بالعقل الذي يتيحه لنا المعرفة الجديدة في عصرنا عندما لا نفكر بعقول أجدادنا ولا نطرح أسئلة أجدادنا لأن أجدادنا طرحوا أسئلة تخص عصورهم نحن في عصرنا لنا أسئلة جديدة ولنا معرفة جديدة إذا فكرنا بواسطة هذه المعرفة الجديدة يمكن أن نصنع السياقات الملائمة للانطلاق الحضاري الجديد السياقات الملائمة في ظل هذه السياقات ودكتور خالد كما طرحت الدكتورة زهية من تونس عن ترتيب العلاقة بين تراث العربي وبين العرب وهي عبارة دبلوماسية قياسا مع من يقول بنقد التراث أو بإعادة قراءاته وفق قيم الحداثة كيف يمكن أن يقرأ تراث العرب من جديد وما هو الذي ينبغي أن يقرأ من جديد مرة أخرى إعادة قراءة وألتمس منك الاختصار لأنه دهمنا الوقت دكتور تفضل لا أسمعك دكتور أولا تفضل باختصار جديد قلت عندما نقول كيف يقرأ التراث يجب أن نضع أنفسنا بنا سؤال جديد هو من أنا ومن هو؟ من أنا الذي يقرأ؟ ومن هو هذا التراث الذي يقرأ؟ عندما أعي من أنا وصد نوعية حضوري في هذا الكون اليوم أعرف ما الذي أريده من التراث يعني عندما أحكم فلسطة المعيش اليومي وأدرك حاجاتي العلمية للحضور والوجود الطبيعي الذي يليق بالإنشان الذي يمور في ذهنيتي أعرف لغة علمية عند ذلك تتحدد بجمجبها نوعية حضوري في هذا الكون ولكي نعرف كيف يقرأ التراث يجب أن نعي أن هناك مشاريع عربية راهنة يقوم فيها نوع من الخلقات المخبرية لدراسة الأفكار العربية الخطر العربي الراهن وبنتيجة التراث العربي حلقات بحثية مخصصة تتناول هذه المخصصة الانتروبولوجيا والاجتماع والتاريخ والفلسفة واللغة إلى ما هناك هذا التخصص في دراسة التراث هو الذي يحدث نقلة نوعية في حياة العربي هو الذي يعيدنا لكي نعرف أنفسنا كما قلت أنا ومن هو التراث هو إنسان اليوم العربي أو صور الماضي العربي طيب هناك بعض الإشكال في الصوت لكن الصورة العامة المعنى العام من حديثك وصل تماما دكتور خالد أنتقل إلى دكتور عبد الله ربما من شروط إعادة قراءة التراث القضية المطروحة الآن في الوطن العربي على مستوى النخب أن يكون العقل العربي قد امتلك ناصية المعرفة التامة بهذا التراث بمحتواه بمضمونه بإيجابيته وسلبيته هل هذا الشرط متحقق في الحالة العربية اليوم التي تعيش عصر جمودا حقيقي في الانتاج المعرفي إذا ما استثنينا فترة مرحلة التدوين الثاني التي كانت في أواخر القرن التاسع عشر هل هناك إدراك تام للتراث في العقل العربي اليوم المجمل كلا ليس هناك إحاطة موضوعية بهذا المنتج المعرفي التراثي ففي الغالب الأعم الناس أحد رجلين يعني إذا التراث إما مخاصم لهذا التراث من منطلقات لبرالية أو علمانية أو سميها ما شئ أو مستأثر لهذا التراث ومقدس لهذا التراث وكلا طرفي الأمر فليس هناك إحاطة علمية موضوعية بهذا التراث أنا الذي أدعو إلي أن ينقذ هذا التراث نقدا علميا موضوعيا فيقبل منه ما يقبل ويطرح منه ما يطرح هذا التراث كما قلت يعني هو إنتاج معرفي متأشر بالمعطيات التي قراءة علمية نقدية ينقذ التراث قراءة علمية نقدية هو لما دعا إليه محمد عبد الجابري في كتابه نقد العقل العربي هل تتفق مع هذا التراث أم لديك رؤية أخرى هذا هو الموقف هذا هو الموقف هذا هو الموقف الشرعي والمساني والحضاري فحتى الأقدمون حتى الذين أنتجوا هذا التراث يعني نحن نتحدث عن يعني قرون هذا التراث انتج من القرون نعم فيعني ما انتج في القرن الأول أو الثاني أو الثالث لم يكن نعم هو كان القاعدة التي بنى عليها الذين أتوا في القرن الثامن أو السابع أو التاسع ولكن هذه القرون المتأخرة لم تكن متأثرة أيضا للإنتاج المعرفي الذي انتجه في القرن الثاني والثالث وما قبل ذلك فنحن ينبغي أن نتحرر من حالة الاستئسار لهذا التراث وينبغي أن نتحرر أيضا من حالة الخصومة لهذا التراث أنا الذي أريد أن أقوله بنصف دقيقة من فضلك في انتهى الوقت تفضل أريد أن أختم يبدو أن الوقت قد اقترب من النهاية أريد أن أختم بالتالي حتى نستطيع فعلا أن نتجاوز هذه المحنة الفكرية وأن نقيم نهضة فكرية فلابد من شروف ثلاثة ينبغي أن تتحقق الشرط الأول لا بد من مرجعية عليا لهذه النهضة الفكرية الغرب لم تخرج النهضة الغربية من معامل الكيمياء والفيزياء وكذا وإنما خرجت من فلسفات المفكرين لم يكن عندهم مرجعية فكرية مقدسة وإنما كان عندهم ما يسمى بالراشناليزم يعني العقل نحن مرجعية المقدسة العليا هي النظر أشكرك دكتور دكتور نعم يعني إذا تأذن لي أن أشكرك شكرا جزيلا على حديثك لأن الوقت أدركنا تماما في ختام هذه المشاركة أشكر ضيوفي الكرام من مسقط عبر زوم الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي والباحث العماني ومن بيروت عبر سكايب الدكتور خالد كاموني أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية ومن تونس العاصمة عبر سكايب الدكتورة زهية جويرو أستاذ الدراسات الحضارية في الجامعة التونسية الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على قرم المتابعة بحراسة الله شكرا